موسيقى عقدت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا للوقوف على الشائعات التي طالت حملة التطعيم وأكدت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور ماجد القطان أن الطعوم التي توفرها الوزارة لعموم المواطنين والمقيمين آمنة وتخضع لرقابة مشددة مسبقا قبل السماح بتداولها طعوم مؤمونيتها عالية جدا هي موجودة فعلا بالجدول الأساسي أعطاها بهذه الحملات هو توجه ليس فقط في دولة الكويت ولكن في دول الإقليم بعمل مثل هذه الحملات قطر انتهت قبل ثلاثة شهور نحن تأخرنا يمكن لأن توفير هذه الطعوم يأخذ وقت وفي دور بالنسبة للشركات على أساس أن نؤمن القدر الذي نحتاجه وحسب المنظمة يجب أن نلتزم من سن ست شهور إلى تسعة عشر سنة فتقريبا التقدير كان بحدود مليون جرعة يا جماعة الطعوم المستخدمة في هذه الحملة هي من أكبر وأشهر وأفضل ثلاث شركات في العالم في العالم هذه الشركات على سبيل المثال الطعم اللي خاص بالحسبة والحسبة الألمانية والنكاف يقولون لك في ناس أن في ثيوم رسال وفي زعبق وفي مضافات لا يوجد هذا اللي جبناه لا يوجد من هذه الشركات لا يوجد لأنه هو نفس الذي يستخدم في الولايات المتحدة هو نفس الذي يستخدم في أوروبا وكل الاتحاد الأوروبي الحملة هذه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة نحن دائما مع توصيات منظمة الصحة العالمية والجهات الأخرى في تعزيز المناعة لدى الأطفال عندنا وضع دولة الكويت مثل ما تفضلوا الجماعة نحن في إقليم شرق المتوسط هناك دول موبوءة كثيرة حوالينا الكويت بلد مفتوح هناك الكثير من السفر والترحال بين هذه الدول مع الأطفال في النهاية نتأكد جميعا أن نحن في قطاع الصحة العامة وفي وزارة الصحة لن نتدخر جهدا لتعزيز صحة أطفالنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر